بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بجمهور الأهلي العظيم في كل مكان وأهلا وسهلا بمشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان حلقة النهاردة من البيت الكبير حيكون ضيفة فيها في الفقرة الأولى كابتن أحمد عادل لاعب النادي الأهلي السابق الفقرة الثانية أحمد سابت وأيمان جلبرتو هنتكلم عن كل التفاصيل وموضوعات كثيرة جدا خاصة بكرة القدم وإن اللي بيحصل ومودست وكلام كتير جدا جدا ولكن عايز أبدأ حلقة النهاردة بعزاء للشعب الليبي والشعب المغربي في ضحايا الإعصار دانيال وزلزال أسفي والحقيقة النهاردة الدولة المصرية أعلنت الحداد وقدمت تعازيها في الضحايا أيضا النادي الأهلي أيضا عز كل الضحايا في ليبيا النادي الأهلي وأعضاء وجماهيره وهم يعربون أو يعبرون عن مشاعرهم الحزينة لما أصاب الأشقاء في ليبيا نتيجة إعصار دانيال يتقدم مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب بخالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا الإعصار الذي ضرب البلاد دعينا الولي المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم أسارهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل والصحة والعافية قلوبنا مع الشعب الليبي ده كان بيان النادي الأهلي النهاردة وإحنا دايما قلوبنا معاكم وربنا يصبركم والحياء النهاردة أخبار محزنة النهاردة أن الاتحاد الليبي لكرة القدم أعلن عن وفاة أربع لاعبين جراء السيول الله يرحمهم ويصبر أهلهم ومحبيهم